صباح الخير او مساء الخير عليكم. ايان كان الوقت اللي بتسمعوا في الفيديو. برحب بالكل المشتركين معي في القناة. كمان برحب بالمشتركين الجداد وبقول لكم اهلا وسهلا. وبقول لك لو انت لسه جديد معينا واول مرة تسمعنا اتفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اه القناة تكبر بيكم وليكم. وعندي مفاجآت لسه كتير ان شاء الله هعملها في الفترة اللي جاية. اه هنقول النهاردة الكراءة العكسية لمواريد برج الجدي. انا شايفة طاقطق هنا. اه انا شايفاك عندك مسئولية كبيرة جدا. مسئولية كبيرة جدا فوق طاقطق وفوق احتمالك اه تعبين. يعني حس ان انت شايل حمل شايل اه هموم او شايل مسئولية بالفعل. يعني ممكن تكون عندك التزامات او عندك حاجات كتير بتعملها. انت في الوقت الحالي حس انها تقلت عليك جدا. اه كمان شايفاك في حاجة عملتها او في حاجة بنتها او في حاجة قدمت فيها لكن مخدتش منها مقابل. انت قاعد نستني. قاعد نستني. اللي انت عملته ده. اه نسفته هتكون ايه? اه كمان شايفاك حذر شوية في الفترة دي قاسي العلامة. يعني مشاعرك هنا بكلم هنا المتزوجين يعني. اه خايف كده وقلقان من حاجة او مش مدي الامان شوية. اه هنشوف دلوقت ان ايه نعملها جزئين. اه جزء هنا بتاعك وجزء الناحية دي للطرف التاني. اه شايفوا علاقة الزواج دي. اه يعني فيها ايوة شوية حب. فيها حب من الثراثين. اه لكن العتاب فيها كتير. المشاكل فيها كتير. الحيرة فيها كتير. يعني مش يعني وقت الحب فيها اه شوية ضغرين اه. اه فيها كمان غمود. فيها حد ممكن يكون اه يعني محتار في الطرف التاني. او في حاجة مش فهمها او مش عارفها عنه. او في حاجة عايز يتأكد منها. اه انت ممكن تكون يا برج الجادي انا شايفك عايز تمشي. ممكن تكون عايز تمشي. عايز تبعد. اه بس مش شايفة بعض الزعل. انا شايفك اه عايز تفكر مع نفسك. عايز اه يعني عايز تلاقي حل. عايز تشوف اه ترجع بحاجة افضل. يعني انا شايفك انت عامل كده يا برج الجادي عايز تمشي. عايز تبعد بس مش اه بس مش وانت زعلان يعني. اه. شايفة كمان هنا التواصل في الافكار او في الا يعني او في الكلام او كده شايفة في عنف شوية. منكو انتو الطرفين شايفة في عنف. شايفة فيه عتاب ومشاكلات كتير جدا. اه. شايفة فيه اختلاف كمان. انتو ممكن تكونوا اثنين مختلفين عن بعض. شايفة فيه اختلاف. اه بعضكو ممكن يكون اه بيخبي علاقة. يعني بيخبي علاقة هو يكون فيها. ده هيكون للبعض ومش للكل. لبرج الجادي بيخبي علاقة بيحاول يبسع عن نفسه اه فيها. لكن شايفك اه شايفك هتاخد قرار قريب ان شاء الله يعني شايفك هتاخد قرار اه بانك انت اللي تكون مسيطر على العلاقة العصفية اللي انت موجود فيها او العلاقة الزوجية اللي انت موجود فيها هتاخد قرار ان انت تكون مسيطر ان انت يكون ليك رأي ليك كلمة انت اللي تتحكم بس مش هتزلم الطرف التين. يعني انت في نيتك انك آآ آآ انت اللي تنفف كل حاجة في ايدك لكن ما من غير ما تزلم خد. ده تفكيرك انا. لكن انا شايفة عتاب تصير بس ممكن يكون بعض العتاب ده في صلح وممكن تكون كمان بالنسبة لبعضكو آآ دي علاقة زوجية قديمة عن حب آآ آآ لبعضكو كمان ممكن تكون مرتبط بشخص كان مرتبط قبل كده او فيها علاقة ثلاثية يعني هو مرتبط قبل كده شايفك في حاجات مش فهمها يا برج الجدي ده بالنسبة لوضعك انت طرف التاني بقى الزوج او الزوجة آآ يعني انا شايفة انت مع طرف متحفز شوية آآ عنده فعلا شوية همود آآ فيه بتحفز بس الطرف ده تعبين يعني الطرف ده تعبين متضايق آآ ممكن للبعض آآ الطرف التاني يكون مسافر او يكون بيفكر في السفر او تكونوا من بلاد مختلفة آآ فيه وضع انتو فيه الوضع ده سجل متعلق لفترة آآ او هو بنسبة للطرف التاني هو سجل متعلق معك في وضع من فترة لان هو كان مستني منك حاجة وانت ما عملتهاش يعني كان مستنيك انك تعمل حاجة انت او مستني انك تقدم حاجة وانت ما قدمتهاش والوضع ده متعلق وانت واقف على فكرة يعني او هو شايفك كده دي نظرة الطرف التاني بالنسبة لك آآ فيه حب آآ فيه حب علاقة روحية فيه علاقة روحية لكن فيه حزن فيه حزن فيه جمود فيه وضع متعلق فيه خسارة آآ فيه غمود كمان آآ فيه حد قلبه مكسور ممكن الطرف التاني يا برج الجدي يكون حاسس ان هو قلبه مكسور منك يكون حاسس ان انت خدعته آآ ممكن تكون القراءة عكسية آآ لكن الطرف التاني هو عايز ياخد قراءة يعني عايز يحتم المسألة دي انا بتكلم هنا بالنسبة للمتزوجين فيه مسألة في علاقتكم هو محتاج ان هو يحتمها ممكن يكون منعزل عنك شوية ان هو بيفكر آآ محتاج يفكر بحكمة آآ أو محتاجك انت تفكر آآ يعني تشوف الطريق او تشوف الحياة او تشوف العلاقة محتاجك تشوفها بشكل تاني آآ هو شايفك تمان حد كويس يعني هو بيشوفك حد كويس بيشوفك حد ماجح بيشوفك حد دي مستقبل بيشوفك حد عملي او بيشوفك حد ممكن يعني اي حاجة بتدخل فيها او اي حاجة بتعملها. انت بتقدر تنجح فيها. عندك طموح. عندك يعني قدرات خاصة بان استحقق اللي انت عايزه. آآ كمان بزيط لو انت ست من برج الجدي هو بيشوفك متميزة. بيشوفك مستقلة بزيتك. يعني شايف عندك حاجات كتير وميزات كتير حلوة. وفي حب كمان. لكن في وجهة كتير جدا في العلاقة دي. في وجهة كتير فيها. النصيحة بتاعتك يا برج الجدي بالنسبة للمتزوجين. آآ يعني ممكن يعني بيقول لك هنا انه اظهر مشاعرك. اتكلم مع طرفك تاني. قول اللي في قلبك. قول اللي انت بتحس بيه. بليش طول الوقت تصدل آآ مخبي او كاتم او مش عايز آآ او مش عايز تبين. لأ اظهر مشاعرك. اتكلم آآ يعني اوصلوا مع بعض الحاجة. في نفس الوقت يعني آآ استعمل الحكمة. يعني مش شرط عشان تظهر مشاعرك انك آآ يعني تكون متهور او انت تفكر ان انت كده حد اهود او انت بترني نفسك. لأ. كل حاجة ممكن تسترد فيها وتعملها مضبوط وتعملها بحكمة. قدم العرض بتاعك او قدم الخير بتاعك او العطاء بتاعك آآ بشكل آآ انت تشوفه ان هو يليق بيك. آآ ممكن كمان للبعض نصيحة بتاعتك انك تستشير حد. يا ممكن تسأل حد او آآ انت في حاجة مش بتظهرها. ممكن انت في حاجة مش بتظهرها يا برج الجزء. آآ الكروت هنا تنسحك انك تظهر عواطس. هنا برضو يعني آآ شايفك مقدم كيسك بس فادي يعني ما كوش اي حاجة. لكن انت عندك حب اظهر العواطس دي بيينها كمان هنا نفاكل على نفسك وقفل كده على كل حاجة جوا حدنك مش نبين اي حاجة. لأ. اظهر كل حاجة. آآ الطاقات اللي موجودة معي في القراءة. موجود معي في الطاقة الترابية. موجود معي في الطاقة المائية. آآ موجود معي في الطاقة الهوائية. واميرية مش كتير قويان. آآ الابراج اللي موجودة شايفة عزراء. شايفة حمل. آآ شايفة آآ شايفة آآ ايه تاني؟ آآ شايفة آآ سرطان. شايفة جوزاء. شايفة قوس. آآ شايفة آآ شايفة آسد. دي ساقات. ودي الابراج اللي موجودة معي. او في جوزاء دهو. هنا ثاني في آسد. هي دي الابراج اللي موجودة معي. يا برج الجدي في الكراءة للمتزوجين ونروح للمنفصلين والمطلقين. كراءة المنفصلين والمطلقين هنقيمها آآ ثلاث مراحل ماضي حاضر مستقبل ونصيحة وهنشوف كمان ايه آآ شعور الطرف التاني من ناحيتكو ايه علشان لو حد بيسأل عن رجوع. آآ الماضي بالنسبة لك برج الجدي. المنفصلين ومطلقين هقولك طاقتك الاول في الفترة دي. انا شايفة طاقة الانفصال. طاقة انتهاء علاقة بالفعل يعني. آآ شايفة بعضكم ممكن يكون لسه بسس على الماضي او لسه مستني رجوع علاقة من الماضي. آآ شايفة جرح كبير جدا في القلب وممكن يكون في انفصال او في طرف تالت في الموضوع او يكون الانفصال بسبب كده. آآ الاول انا شايفة انت في الماضي برج الجدي. آآ يعني انا شايفة كنت في علاقة حب كويسة علاقة حب سعيدة. آآ فيها فعلا فعلا يعني في الماضي فعلا دخل طرف تالت. والقراءة دي تتقل الموجودة قدامي. يعني ممكن يكون ده عند البعض. ومشارط الطرف الثالث يكون آآ حبي يعني او شخص تالي. يعني ممكن يكون اي اطراف. آآ يعني شايفك في الماضي انت عانيت كتير بعد ما كنت سعيد في العلاقة دي. انت عانيت كتير جدا ممكن بعضكم يكون بيتعامل مع شخص متافر او من بلد تانية او آآ او ثقافة تانية غيره يعني فيه اختلاف بينك وبين الشخص التاني. آآ فيه اختلاف وفيه بعض. ممكن بعضكم فيه بعض في المسافة. لكن انا شايفة فيه في العلاقة دي. في الانتصال ده طرف تالت بجدارة. في الطاقة وفي القراقة. فدي الطاقة اللي موجودة قدامي حاليا شايفكم تعبان بيتعاني جدا من العلاقة دي. ممكن يكون انت يا برج الجديد اللي قررت ان انت تبعد او او سعبك ده بسبب ان الطرف التاني قرر فجأة آآ انه هو يبعد آآ وينهي العلاقة دي يعني انا شايفة علاقة زواج آآ منتهية. وممكن ما تكونش كانت زواج لكن فيه عندي هنا كتير زواج. آآ في الوقت الحاضر بنسبق لك انت لسه بتفكر في ماضي. لسه بعضكم آآ ممكن يكون فيه انفصال لكن مفيش آآ صلاق. آآ آآ لسه بتفكر آآ برجوع لسه بيعني بتقول انه ممكن آآ يعني يعني عندك الزواج لد يعني انت عندك هنا بنسبلك انا شايفاك في الاول في وقتنا ده انت متكتف انت في وضع آآ مش شايف حاجة مش قادر تآآ تقدم خطوة ولا تأخر ولا تكترف ولا تعمل حاجة. انت في وضع في وضعك الحالي انت متكتب ومقيد مش قادر تعمل حاجة. كمان شايفك بتدفع عن نفسك. ممكن تكون بتدفع عن حياتك. ممكن تكون لسه مصمم ان العلاقة ما انتهجش. آآ مصمم انك ترجع الطرف الثاني لك. آآ فيه هنا برضو طرف تالت نفسك موضوع. آآ فيه هنا برضو عندك في الوقت الحاضر آآ دي يعني هدم علاقة لزا صور. دي هدم علاقة. يعني علاقة خلاص هي انتهت. آآ كمان عند بعضكم هي انتهت باكلوب مش حلو. يعني الطرف الثاني او انت وكلنا نخلي بالنا ان القراءة ممكن تكون عكسية. الطرف التاني لما نهل علاقة يا برج الجافي كان بطريقة يعني لما مشي مشي بطريقة مش كويسة. هد المعبد على اللي فيه ومشي بشكل مش كويس. بالنسبة للمنفصلين والمطلقين آآ يعني يعني بعضكم الطرف الثاني ده او انت يعني كان مسيطر عليه طاقة آآ طاقة خبيسة طاقة قوية مسيطر عليه شهواته ورغباته آآ يعني ما بسش لاي حاجة ما عملش حساب اي حاجة كل اللي مسيطر عليه آآ شطانه. يعني هو ماشي شطانه بس هو اللي مسيطر عليه وان هو ينهي العلاقة دي. شايفك آآ بعضكم على فكرة ممكن يكون بيفكر ان هو يبعد تماما. انا شايفك مكتئب منعزل. آآ بتبص على خسارة. آآ لكن على فكرة انتو عندكو خطوات كويسة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله. من ناحية العلاقة. آآ شايفك كمان كتير حذر في الوضع في الوقت الحالي اللي احنا فيه لاني دي كراءة الحاضر. كتير حذر كتير بتحافز يعني على نفسك على مشاعرك. او تكون بتدافع عن نفسك. تكون آآ مستهم بحاجة او حد بي آآ بيلقي عليك لوم او الخطأ في حاجة وانت بتدافع عن نفسك. آآ آآ قاتل مشاعرك خالص آآ ممكن يكون بعضكم آآ دي له رجوع ورفض. يعني رفض الرجوع بالذات العلاقات اللي فيها آآ علاقة ثلاثية. انا شايفك هنا قاتل على نفسك خالص آآ شايفة في الوقت الحاضر في بلوكات. بلوك 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 كتير. آآ ورفض للطرف الاخر او رفض الطرف الاخر لك يا برج الجزء. المستقبل بتاعك. هنقول الطاقات الموجودة الاول عشانا دايما بنسى الطاقات بندمك في القراءة وبنسى الطاقات. انا شايفة معيك في القراءة دي طاقة آآ نارية مائية آآ هوائية كمان آآ شايفة آآ جوترابية كل الطاقات موجودة. كل الطاقات موجودة معك في القراءة برج الجزء. آآ الابراج اللي موجودة شايفة التراثان شايفة الميزان اه شايفة العقرب وشايفة الحمل الصور الجديل الطاقة بتاعتك وممكن تكون بتتعامل مع شخص برضو من نفس البرج من برج الجزء اه لو شفت حاجة تانية هقول لكن هي دي الابراج اللي انا شايفها حاليا قدامي والجوزاء والقوس دول حاليا لكن كل الطاقات موجودة اه نروح للمستقبل بتاعك ان شاء الله انا شايفك يعني انت في عندك علاقة حب جايلك علاقة حب اه اه لكن يعني ممكن تكون تقليدية او ممكن تكون هترجع العلاقة من الماضي تاني او تكون انت بالفعل حاليا في عندك علاقة حب والعلاقة دي هتكمل بس انا شايفك اه يعني حذر وغامض في العلاقة دي شوية يعني مش مش مدي الامان قوي او في حاجة مش واضحة بالنسبالك هي علاقة حب هي متبادلة على فكرة لو بتسأل هي متبادلة من الطرفين لكن انا شايفك انت حذر ممكن دي يكون بسبب حاجات انت تعرضت لها في الماضي فانت قررت انك ما تكونش زي الاول تاني شايفك عندك غموط شايفك حذر شوية في العلاقة وده ممكن يكون من ناحية الطرف التاني اللي معاك او اللي هيكون معاك في العلاقة لكن هي علاقة حب متبادلة اه شايفة كمان اه يعني في المستقبل هيكون عندك حكمة اكتر اه اه ندوق فكري وعقلي اكتر اه يعني بسبب كل الحاجات ممكن يكون بسبب يعني القدر هنا عجلة الحظ هنا هتكون في صالحك لو انت تفكيرك كده يعني انت هتفكر بعقلي جدا اه كتير في المرحلة اللي جاية هتكون منعزل هتكون بتفكر كتير كل امورك بالعقل والحكمة هتحكمهم اكتر من العاطفة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله اه يعني شايفك ثابت ثابت في الفترة اللي جاية وانت اللي بتكرر وانت اللي بتختار عندك اه يعني حرية وعندك انطلاقة كده في المرحلة اللي جاية اه مش هتكون خايف على حاجة مش هتكون خايف على حد اه يعني بتتصرف بعصوية في نفس الوقت مشاعرك انت مخلي بالك منها في الفترة اللي جاية ومحافظ عليها. لكن من وقت للتاني انت شوية بتبص على الموضوع. ممكن يكون كمان الاكتر اللي هم اه حصل معاهم غدر او خداع او موضوع طرف تالت او اللي احنا شفناها هنا اللي هو يعني الحبيب اللي ماشي ومن غير اسباب او بطريقة مش كويفة يعني هد الدنيا بشكل مش كويف. انت شوية هتكون حزين او زعلين على حاجات انت عملتها فيه. قدمتها واخترت فيها يعني. اه بعضوكم عنده اخبار حلوة كمان. فيها تجي لك اخبار حلوة. هتجي لك بسرعة في الفترة اللي جاية. اه فيه كمان عندك امنية وانت متحمس جدا بان انت تنتزها. برج الجزي فيه عندك امنية نفة تتحققها. ومتحمس قوي لتحقيقها وان شاء الله الامنية دي موجودة عندك هتتحقق وممكن دي اللي انت تسمع عنها اخبار في الفترة اللي جاية.